كل المقدمات كانت بتقول إن فيه انتصار عظيم للمسلمين في غزوة أحد الجيش كان عدده أكبر كان ألف وبعد انسحاب تلتمية من جيش المسلمين أصبح عددهم سبعمية وكانت الروح المعنوية مرتفعة جدا بعد انتصارهم الصاحق على قريش في غزوة بدر ورغم إن المقدمة فعلا كانت في صالح المسلمين وتبشر بانتصار صاحق لكن للأسف شديد لما نزل الرماء من فوق الجبل انقلب الحال من انتصار صاحق إلى هزيمة مدوية قال اليهود لو كنتم على الحق لما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا منكم وخلونا نناقش حاجة مهمة هزيمة المسلمين في غزوة أحد كانت بسبب واحد فقط هو مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل أغلب الرماء من فوق الجبل أقعد تقول إنك انت ضعيف وما تنساش إن حركة جناح الفراشة في اليابان ممكن بعد سنين طويلة تعمل إعصار في أمريكا نعم وبكل تأكيد أقصى أمان أهل الكتاب وخصوصا يهود المدينة أي يردون كفارا بعد إيماننا حسدا من عند أنفسهم فماذا نفعل؟ حاجة ممكن تتعب اليهود إن هم يشوفوا المسلمين متمسكين بالمنهاج بتاعهم لأنهم قبل كده رفضوا المنهاج لما نزل عليهم التوراة مع سيدنا موسى عليه السلام وأقبر رد على اليهود هو الإقبال على الله عز وجل وعلى تكلفاته بكل صدق وإيمان ويقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد أن هناك من أركان الإسلام ما يقال مرة واحدة في العمر وهو الشهادتين وهناك ما يفعل مرة واحدة في العام كالزكاة والصوم أما الحج فهو لمن استطاع إليه سبيلة ولكن لننظر إلى الصلاة الصلاة مهمة جداً لنا عملة بالضبط زي الشاحن اللي بيشحن قلبنا بالإيمان واليقين ولما نسمع الله أكبر لازم نسيب اللي في إدينا ونتجه للمسجد لنأخذ نصيبنا من الإيمان واليقين والصلاة لا تسقط أبداً عن المسلم سواء كان صحيح أو مريض فهو يستطيع أن يصلي قائماً ويستطيع أن يصلي جالساً أو راقداً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها في بداية الهجرة للمدينة منورة كان المسيطر على الحياة الاقتصادية هم اليهود فكانوا هم التجار وكان بأيديهم رأس المال فكان لابد للمسلمين من العمل والاجتهاد حتى يخرجوا من هذه الدائرة ولا يصيروا عالة ويتحكم اليهود فيهم بالربى الفحش وكأن الله عز وجل يحثون على العمل فقال وآتوا الزكاة فيجد فكراء المسلمين والمحتاجين منهم ما يسد حاجاتهم فلا يلجأوا لليهود ليقتردوا منهم بالربى الفحش لماذا جاء الأمر الإلهي وأقيموا الصلاة وليس صلوا وذلك حتى نأتي بالصلاة على وجهها كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال صلوا كما رأيتموني أصخلي فنأتي بها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها وسنانها حسأل حضرتك سؤال مباشر إيه هي أركان الصلاة؟ للأسف الشديد كتير من المسلمين ما يعرفوش أركان الصلاة ما يعرفوش أن الركن لتكبيرة الإحرام إذا لم يؤتى به فقد بطلت الصلاة كتير مننا يبقى عاوز يلحق الرقع في صلاة الجماعة وبيكون الإمام راكع بيجري بسرعة وبينزل بسرعة يلحق الركوع قبل ما يقوم الإمام من الركوع فإذا لم تقم بتكبيرة الإحرام وأنت قائم ومطمئن فللأسف الشديد صلاتك باطلة وكتير مننا للأسف الشديد بينقر الصلاة يعني ما فيش طمأنينة رغم أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة فإذا فقدت الطمأنينة في الصلاة بطلت الصلاة وللأسف فيه من المسلمين لما يجي يقرى الفتحة بيكون أسرع من البرق بيقراء كده بسم الله الرحمن الرحيم آمين ده حتى في التشاهد فيه ناس بتقراء كده التحياته ليه وصف في العالمين إنك حميد المجيد ومن سرعة بعض المسلمين بعد السلام بباشرة بيجروا كأنهم في مرس ونجري وبعضهم بيسلم وهو بيلبس الجزمة يبقى لازم كلنا نعرف أركان الصلاة أول حاجة تكبيرة الإحرام القيام مع الكدرة الطمأنينة كراءة الفاتحة الرقوع القيام من الرقوع السجود الجلوس بين السجدتين والتشاهد الأخير والجلوس له وآخر الركن هو السلام كده عندنا 11 ركن من أركان الصلاة ورغم أن الظاهر من الزكاة هو نقصان المال لكن على العكس الزكاة معناها النماء والزيادة والطهارة ومعروف أن المال مش بكترته لا بالبركة اللي فيه فأنت حين تقوم بأداء الزكاة بارك الله لك في مالك ومنع عنك حقد الحاقدين وحسد الحاسدين التواقية كانت واضحة وجالية قبل الإسلام كان فيه سيد وكان فيه عبد وبعد الإسلام فرض الله عز وجل الزكاة ليحسن العلاقة بين السيد والفقير المحتاج وأيضا الزكاة طهارة للمال وطهارة للنفس من البخل والشح وطهارة لنفس الغير من الحقد والحسد فالمسلم يستمد قوته من أمرين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجمعت الآية الكريمة بين عبادتين عبادة بدنية اللي هي إقام الصلاة وعبادة مالية اللي هي إيتاء الزكاة وكما أن إقام الصلاة تلو الصلاة كفارة للذنوب فإن إيتاء الزكاة طهارة للنفوس والأبدان من الآثام وما تقدموا لأنفسكم من خير جاءت خير نكرة للعموم والشمول وثابت أن الإحسان للغير ولو كان مخلوقا كالكلب كان سببا في مغفرة الذنوب والرحمة فلنتزود من كل خير سواء كان فرضا أو نافلة لأنفسكم إشعار للمؤمن أن كل ما يقوم به من خير يعود إليه وليس لله منه شيء ومقابل هذا العمل سيكون ثواب من عند الله بالتأكيد ثواب عظيم فهو من الغني الحميد فلنترك القيل والقال والتعند وقثرة السؤال ولنشتغل بما ينفعنا في الدنيا والآخرة وأحسن الشاعر حين قال قدم لنفسك قبل موتك صالحا وعمل فليس إلى الخلود سبيلا وعمل يوم تكون فيه إذا بكو في يوم موتك ضاحقا مسرورا للأسف الشديد المادية طغط على حياتنا وبأهم حاجة رصدنا في البنوك كتير مننا ما بقاش يصلي أو يخطف الصلاة وكتير مننا عشان يهرب من الزكاة يوزع أملاكه على أولاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير يأخذ الله عز وجل ذاك الخير وينميه ويربيه فيصبح مثل الجبال من الحسنات تجدوه عند الله وافرا موفورا ومحفوظا عند الله إن الله بما تعملون بصير فهو مطلع على جميع أعمالنا كبيرها وصغيرها سرها وعلانيتها إن الله بما تعملون بصير لا تخفى عليه خافية جزاكم الله خيرا شكرا شكرا